منذ اتفاق ستوكولم لوقف اطلاق النار في محافظة الحديدة في ديسمبر عام 2018 لم يشفع هذا الاتفاق للمدنيين من النساء والاطفال من الموت المحقق كما لم تسلم منازلهم من القذائف الحوثية فقد باتت جميع مناطق الساحل الغربي هدفا في مرمى الميليشيات الحوثية على مرأة ومسمع من الامم المتحدة ولم تتوقف عن القصف مثلما توقفت حياة المواطنين ومصادر عيشهم وبهذه الخروقات الحوثية المتواصلة اكدت تقارير دولية ان الحديدة تسجل ثلث الاستهدافات الحوثية لمنازل المواطنين والمناطق السكنية واكد مشروع مراقبة اثر الصراع بان محافظة الحديدة سجلت ثلث الضحايا المدنيين في اليمن منذ مطلع العام 2020 بسبب قذائف ميليشيات الحوثية المستمرة التي تستهدف المناطق المقتضطة بالسكان واكد المشروع ان محافظة الحديدة شهدت اكبر عدد من الضحايا المدنيين نتيجة حوادث عنف مسلح طالت 1341 منزلا بشكل مباشر بالاعمال الاعدائية للميليشيات ووفقا لبيانات مشروع الاحداث شملت انواع العنف المسلح للميليشيات منذ الاول من يناير 2018 القذائف والالغام الارضية والعبوات الناسفة والذخائر غير المتفجرة والتي قتلت واثرت على المدنيين في المناطق الساحرية واوضح المشروع انه منذ العام 2018 اكثر من نصف ضحايا العنف المسلح على منازل المواطنين من النساء والاطفال من اجمالية 2847 مدنيا تعرضوا للاذى من قبل العنف المسلح في الاماكن المنزلية واشار المشروع الى ان نسبة النساء والاطفال بين الضحايا في المنازل في زيادة وبلغ عدد الضحايا في المنازل من الفئتين 1540 ضحية وبنسبة 54% من اجمالية عدد الضحايا المدنيين وتتلقى الاحياء السكانية والقرى في محافظة الحديدة قصفا يوميا من الميليشيات الحوثية بمختلف انواع الاسلحة الثقيلة والمتوسطة والخفيفة ما جعل المدنيين خصوصا الاطفال والنساء الذين يقضون معظم اوقاتهم داخل المنازل لخطر القتل او الاصابة بصورة دائمة اشتركوا في القناة